نادي الزمالك فرض حصار من السرية على قائمة ومش عارف اتحاد الكورة ما بيعلناش القوائم ليه يعني كل النادي يبعط قائمة ده محطوطة على السيستم حطها على موقع الاتحاد اولا باول يعني ما انا مش فهمه ليس الا اسرار حربية ولا يحزنون يعني لكن زي ما قلنا لحضراتكم مرارا وتكرارا الزمالك انها عمر جابر انها دونجا دونجا بيراميدز انها كمان الزناري وكان لعب زكريا الوردي وكان لعب ابراهيم انضاي وفيه اللعب البنيني فكروني باسمه الجماعة اللي بلعب في فنزولة اسمه سامسون ده كمان يقالع لكن لا انا متأكد منه عمر جابر واحمد اعمد نبيل دونجا وزكريا الوردي وابراهيم انضاي ومصطفى الزناري اكتبوا اسمقهم على الشاشة عشان الناس تبقى عارفة غير كده قائمة الزمالك لم تظهر لكنه خرج منها مؤكد عمر السعيد خرج منها مؤكد حازم امام واسلام جابر دول خرجوا من قائمة نادي الزمالك واعتزل ايمن حفني دول اللي خرجوا انت حضراج بقى ايه الباقي تحطهم على القائمة يعني والزمالك كان اعلن انه يوم الاتنين اللي فات حيعلن عشر صفقات بعدين قالوا مبارح في المؤتمر الجماهيري اللي كان في نادي الزمالك انه هيعلنه الصفقات وبعدين اعلنوا انه النهاردة امير مرتضى سيعلن الصفقات وبعدين اعلنوا انه الزمالك لا يعلن الا بعد المباراة في افريقيا طبعا كل فريق وكل نادي عارف ظروفه وعارف امتى يعلن وعارف الافضل والاصح بالنسبة له بس انا بقول لك تدرج الاحداث يعني هنعلن النهاردة جبنا عشرة جبنا تمانية ده موجود ده مش موجود ده فالناس كلها يعني تفضل تسألنا يا عم الراجل اللي طلق قال عشر صفقات ما تقول العشر صفقات ما وما اعلنش عمل له ايه يعني هجيب من ايه انا يعني وما اعلنش لا هو ولا حد من الانجال فهجيب من ايه يعني ما عنديش لما تعلن احنا اجتهدنا وجبنا عمر جابر وجبنا دونجا وجبنا الوردي وجبنا ابرهيمان داي وجبنا زناني ده اجتهد مننا بفريق العمل انا علاقاتنا اتصالاتنا هكذا يعني لكنه لا يوجد شيء رسمي يعني وكانه سرا حربيا يعني لكن لعبه لعبه زكرال وردي وابراهيمان داي طيب